لكن خلونا نقول لكم اليوم طلعت بعض الأخبار أيضاً يعني طلعت أيضاً أخبار أخرى من خلال موقع وين وين القطري تقول أن هناك بعض المعلومات عن هذا الوفد وهناك بعض الشروط راح نستعرض بداية لجنة التفتيش الخليجي التي ستزور البصرة سيكون الوفد الخليجي برئاسة اليمني حميد الشيباني عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الخليجي العدد الكلي للوفد سيكون من 12 شخصاً ويضم مختلف الإختصاصات ما بين مهندسين وإداريين وإضافة إلى سكرتير لجة المسابقات في الاتحاد الخليجي أيضاً المعلومات الأخرى التي توفرت من خلال موقع وين وين القطري طبعاً كل شيء يجب أن نطيع حقها هذا هو الموقع الذي نشر الخبر وبالتالي من باب المهنية يجب أن نذكر هذا الموقع القطري أشوف السلايد الآخر الذي فيه معلومات أخرى أيضاً أيضاً هذا الشور سيكون جدوى الأعمال الوفد الخليجي جدوى الأعمال الوفد الخليجي سيكون اليوم الأول للقاء سيكون للقاء المشرفين المسؤولين على ملاعب كرة القدم وأصحاب الفنادق واليوم الثاني سيكون لزيارة المشاءات الرياضية واليوم الأخير سيكون لمناقشة الملاحظات المسجلة بوجود اتحاد الكرة وبحضور عدنان درجال وزير الشباب والرياضة وأيضاً سيدة أسعد العيداني محافظ البصرة شروط الوفد التي تحدث ويريدها أثناء هذه الزيارة ما هي خلونا نطلع عليها ونشوفها سوية لأن يكون شروط مهمة شروط الوفد الخليجي لإتمام هذه الزيارة أول شيء توفير سبع سيارات دفع رباعي مع تأمين أمني كامل للزيارة وأيضاً الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية من باب كوفيد يعني نتقصد هنا إجراءات الاحترازية الصحية وأيضاً تحركات الوفد ستكون عبر السيارات اشترط الوفد الخليجي أن يكون سائقي هذه السيارات في البصرة تلقيهم جرعتين للقاح فيروس كورونا يعني ماكو سائقي سوق السيارة هو ماقض جرعة وحدة أو ماقض لقاح يجب أن يكون حاصل على جرعتين لقاح حتى يتواجد في هذه السيارة هذه كانت شروط الوفد الخليجي قبل التواجد في البصرة وطبعاً سيتواجد يوم غد سيصلون على دفعتين دفعة تأتي مباشرة من قطر وأيضاً دفعة تأتي عن طريق مطار دبي